بدأت محافظة أجيزة في صرف المقرارات التموينية لشهر فبراير من منافذ المجمعات الاستهلاكية بالمحافظة ضمن جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتأتي عمليات الصرف تلك لضمان توفر السلع الأساسية بالمنافذ مع ضخ السلع التموينية لنحو 2500 منفذ والتزام المنافذ بالأسعار المحددة في ظل الجهود المبذولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية تم البدء في صرف المقرارات التموينية للمواطنين من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بمحافظة الجيزة مع التأكيد على ثبات أسعار السلع التموينية لشهر فبراير الحملات الرقبية مستمرة على مدار اليوم بما يقرب من أكثر من 21 حاملة يوميا بما فيها تشترك معنا لمباحث التموين والطب البتري عمليات الصرف تأتي لضمان توافر السلع الأساسية بالمنافذ مع ضخ السلع التموينية لنحو 2500 منفذ والتزام المنافذ بالأسعار المحددة متواصل الشغل في الخارج القامة السيام الأولين بنتعدى الستين في المية ستين في المية يعني إذا أنت تصرفه طول الشغل في تحتين يوم نصرف منه ستين في المية ده يأكد توافر السلع الأسعار التموينية زي ما هي ما فيش كانوا بيطلعين إشاء عن نهتغل برضك وكلام ده ما فيش أي حاجة الحمد لله كيرو السكر بعشر جنيه ونصر الرز بعشر جنيه ونصر الزيل بخمسة عشر جنيه وهكذا المنافذ أولا ما تفتح من بدري جدا عشان الناس اللي جاي بدري والناس اللي جاي بعديهم بشوية يعني جميع الأول بتوقع المنافذ كلها مفتوحة كل واحد بيجيب بطاطو ويأخذ السلع اللي هو عوزها كل الشيء السلع متوفر والحمد لله زيت سكر صابون كل مواد الغذائية عندنا موجودة إن شاء الله صرف المقررات التامونية يأتي ضمن خطة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بالتعاون المتبادل مع الغرف التجارية من خلال المعارض المختلفة وذلك بالتزام مع حملات ضبط الأسواق والقضاء على محتكر السلع الأساسية ترجمة نانسي قنقر